نمزج أعصابنا ونقضى شوية عشان لو طلقت لك بالغلط كلنا همموت رد لبطف هلو ايه يا حج ايه يا تامر انت فين؟ لا يا راموني عند البيت وإيه اللي بيحصل حج بالزبط ما تفاهمني؟ مش هوها تراغي دلوقتي يا تامر يعني ايه؟ أنا بعتلك تذكر على الواد ساد تاخد بصبورك وتطلع على المطار أول ما توصل كلمني تطميني ما تفاهمني إيه اللي بيحصل يا لطفي أنا كده عملت اللي علاقة لطفي جيب دور عليك طب أنا في إيدي إيه أعمله لك بعد ما تدفقت مع زناتي سلمني زناتي سلمك زناتي أنا سلمك ابني يبقى أنا استفدت إيه؟ ده أنا عملت كل اللي أنا عملته ده عشان أحببني أنت ابنك ما يلزمنيش في حاجة ابنك سجنه اللي هيأخر وليقدم حاجة بالنسبالي لكن الرقابة اللي هيحلها رقابة زناتي تقول واجي عندي وصف سليم هسلمني زناتي هسلمك ابنك وعش تتأكد من كلامي هقولك نfordعوا زي برد بلد دين قبلة بنضرب ضرب إذن فعلت إيه سليمي عندو حقة من ساعة الممصيبة اللي عملها تمر ابني وإحنا كل يوم بنتورطه أكتر من اليوم للقبل والسلاح اللي في ايدينا ده مش حيخرجنا من ورطتنا ما ليل هيخرجنا حاج؟ إنك تتفق مع الباشا؟ أنا مش أول واحد يتفق يا زناتي وبعدين ما إحنا بنكسر فيه وبيكسر فينا من أول المشواط وصلنا لإيه؟ اسمع كلام عمك الحاج يا زناتي نحن من الأول أصلا مفيش بنا عدام بس بعد اللي عمل ابن لطفي كلنا تصرفنا بوشمية وأقول لكم أنا تغشلنا؟ رات غشلنا وبدل القتيل بقى اتنين وثلاثة واربعة ويعلم مين اللي جاي مش قادر أصدقك يا حضرت الزبط ليه يا متر؟ ده أنا جاي لحد عندك عشان شوف حل يردينه كلنا ياريت؟ بس إزاي؟ عبد انت بحام كبير وهتفهم الكلام؟ اسمعوا كلامي بعدين متر يحكم السلاح اللي إحنا رفعينه في وش بعض ده مش هيفيد بحاجة منزله سلاح يا حسين بيروت بيروت مالطة لا أنا مفاهم حاجة ايه ده؟ بتقدي انت أنا مش بكلمك ما متردش عليها ليه؟ ما حصل حيث تدين ترباها ده شاري؟ ما خطفوني وقدوني في مكان غريب كده؟ وكانوا يختصبوني اه، بس أنا قاومت مالك يا شاري انت عامل كده ليه؟ باي تبص بقى، انت هتنسى يا حوار بنت الكلب ده خالص وهتطلعه من دماغك، وهتبتين حياتك من أول وجديد، وبكرة تحصلني على بيروت، ماشي يا عم؟ ما شاري فيه ايه؟ بسمع كلام أخوك مش أنا أخوك ولا ايه؟ وأكتر من أخويا كمان يا تامر عشان كده لخيانا لما تيجي من الأخ بتبقى مره يا صاحب عمري ما كنت أتخالي من يوم ما توجع هتوجع من أقرابي من ناس ليه؟ عشان كده الواجع تمت بيبقى جادي هوا يا صاحب ليه؟ ليه عملت فيه تجلي بجبه؟ ليه ده لأخوك؟ وأولا مش كنت بقولك أني خايفة كل واحدة؟ شفت؟ بغيبعك خلتني الواحدة؟ أنت جاي تلعب بينا يا جدعي انت ولا ايه؟ لا يا زناتي أنا جاي يجيب لكم حل ردينا كلنا بالقانون القانون محتاج متهم علشان يحاكمه يا سليم بيه؟ موجود وده هنجيبه منين ان شاء الله؟ موتنا ده يخص تامر وتامر شوية هطلع برا البرد لحد ما الحكم يسقط عليه وأنا اتفقد كده مع الحاج جلوسي يفضل ايه؟ يفضل كتير موت زياد يخص يا زناتي نعم أخويا؟ انتو جاي بينا هنا عشان تتفقوا عليا ولا ايه؟ اهدى يا زناتي بطول كلام يدخل العقل يا سليم بيه جراء يا متر هو انا بقول حاجة غير الحقيقة بالزناتي اللي موت زياد ولا ايه؟ اه انا اللي موته والبهاشر رو كاتف كل حاجة انا مقدرش يبعوني واقولهم الحاج اللي جيتها في قمعات ده ومين قال اللي انا عايزه بيبعوك يا زناتي؟ اما ليه يعني؟ عايزلي ندخل السجن الجماعة عشان ساعاتك تبسط وترتاح؟ لا يا زناتي احنا كلنا دلوقتي هنتفق على شهادة واحدة نقولها قدام النيابة اللي قاتل زياد هو المرحوم رفاعي ايه الجنان ده؟ ورفع عيات الزياد ليه؟ باستنى يا معاني النايب كامل يا سليم بيه؟ اول متر فهمني هو لازمته ايه بقى حد تقزي فينا بسبب زياد مرفع عايشه لو برضو مش هتقزي عشان خلاص مات احنا زي ما جتناش الفكرة العبقرية المكنولة دي عشان طول الوقت كنا بنفكر ان احنا نحارب بعض مفيش مرة احتفكرنا نحط ايدنا في ادين بعض ونشوف حل ايه يا متر انت هتصدق اللي هلوصل اللي بقولها دي ولا ايه؟ استنى يا زناتي استنى ايه تياني؟ لما تسلموني؟ ولا هسلمك ليه يا زناتي انا مهمينيش مي اللي قاتل زياد انا مهميني الناس بتبراطي انا عارف اللي انت قتلت زياد زي ما انا عارف ان انت قتلت رفاعي وتايسي بس كل ده مهمينيش انا مويتك دلوقتي والبهوات يشهدوا معي انك اتهجمت علينا وانا مويتك دفاع عن النفس وانا مش اولو الاخر مرة يشهدوا ظهور يعني انتوا ايه؟ مش متفين مع بعض؟ نعم متفين مع مين وقفية بالزبط اسمح زناتي انا عارف انك متفين مع سليم تديروا الفيديو وارفاعي يشيل عضاية زياد ما حصلش مش قتلكوا الجد عدوية لعبينا؟ الحكاية سليم بايه؟ الحكاية خلصت خلاصة لطفي نازل سلاحك انت وهو نازلوا سلاحكم نازل سلاحك يا زناتي انت مش شايف اللي حواليك؟ لا شايف بس انت كمان لازم تشوف انه مش زناتي اللي هيروحها وانتا ولو حد فيك وقرب خطوة كمان هفرتك دماغ صحبك ان انت متفين معادا انت فاين؟ اللعبة خلصت خلاص يا زناتي وانت كده كده رايح نازل سلاحك عشان نعرف نتكلم مش هروح لوحدي ولو كنت فاكرة انت هتلعبوها بأشيوات مع بعض ويشيلها الأمين للقلبان تبقى خلطات انا مش هروح لوحدي انت فاهم؟ ومش هخرق لوحدي لوحنخرق هنخرق كلنا يعني علاوة على أعدائي زناتي يا كده خلاص ما فيهاش أمين وظابط اللي غلط هيتحاسب ما انتو كمان بتغنطو؟ ما حدش فيكو بتحاسب هو سليم ده حسباني فيه؟ اهدى زناتي اهدى عشان نعرف نتكلم ما دونيش يا ده انا مش مجنون اهدى زناتي خلينا نعرف نتكلم اهدى اكيد دي الوقت صدقتني يا صلاح بيه ولو موت دلوقتي ولا قتلني جب بزن بفرقابتك موسيقى 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 هو ده اللي أهمك تفضل يا بيش بحض الله بينه من الحروم مش هوصيك سليم أنا عاوز على أطرافات واضحة مش هوصين كل اللي عملناه ده يروح على الأرض تلوش يا بيش قرهم لك واحد واحد بتواتعرفش عمد بيتها عبنى قدقية لحد موقف إن أنا أقدم طلب للنيابة بتسجيل المقابلة دي حتى النقبل عام موقفق شغل لما وعدته إن ده ما هو وضع كله شايلونة على ما سميتي بشكل شخصي بتلاش بتو خرجت من جوة عايش مش صغر لها بدك تبارك من نفسك يا سليم كله للنا كان نفسي طلع عايش عشان يدفع تعمل اللي عمله اللي ما دفعوش في الدنيا يا سليم هيدفعو في الآخة وظن أنا كده عملت كل اللي عليها وهفيت بكل وقوتي ما هاتش فاضلي دلوقتي غير إن أنا أقابد على إبنى وطفى وماجد مش هنحق إنها ده والشكل ده أبقى أخلصت من قضية دي خالص سليم بشغل نفسك بحاجات مش هتفرق كتير حتى لو أنا اقتنعات لنا كبارين هعتقدش إن ضاحي غيره في موقفك في القنوة يفاعد هيفرد لو ساعدتنا جيب دليل براؤتين سعي أنا عندي خطة ممكن يجيب إعترافات منهم في التسجيلات منهم منهم اللي عملوا كل ده بس عشان ده يحصل محتاجين إزمي من نيابة وأنت الوحيد اللي تهدور سعيدي أكد عملت اللي عليك الضلوط في ده بتاعنا أنا اللي هكيبه هتيجي بالوحيد لا تفضله بش ت Juliet لا تا parlament رد علي رد علي لي فاتعيك مش شه�심 لو هتبود لا لا تط محسنًا تقليل سطح معاً جيسي محسنًا محسنًا قلبه محسنًا 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 ايه 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 شريب بي انا مجرد مستشار قانوني ايه 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 المترجم للقناة 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 تصاب في رجليه دخل المستشفى وتعالج وخرج ورجع لشغله فضل يترقى ويترقى ويترقى لحد ما بقى في المكتب ما حصل ده ما حصل ده إعلقته بيه في الأول خالص أنا كنت مصر رجيبك بإيدي وبسناني وسلمك بنفسي أنت أنك كنت بالنسبالي أنك كنت بالنسبالي نسخة مكررة من عماد لما اكتشفت برقتك اكتشفت أنك نسخة مكررة من أبويا اللي هدفع تمام غلطت واحد داني الحمبر الله قلت بلك من نفسك سليم أنا مش عارف ردلك الجميلة إزاي؟ لو عاوزت ردلي الجميلة بجد أوعدني أنك لا تظلم ولا تساعد ظالم ولا حمل بالشاكل ولا تنب مشاكل أسلام أسلام ثم فلصت ردي عاني ستلوها ردي عاني طول ما احنا عايشين هنفضل نغلط لاتل المهم اننا نتعلم من غلطنا مش كل اللي بتشوفوا عينينا لازم بالضرورة يكون حقيقي الشر لو الف وش ووش والخير كتير بيبقى متداري